تستقبل وزارة التربية والتعليم تستقبل وزارة التربية والتعليم ولغاية السادس من سبتمبر لإطلاع أولياء الأمور الكرام على الملف الخاص بالطالب والذي يحوي على أهم محطات العام الدراسي الجديد 2022-2023 لتستقبل بعدها المقاعد الدراسية في السابع من الشهر ذاته الطلبة والطالبات في جميع المدارس الحكومية حضورياً بكامل طاقتها الاستيعابية ولتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية حرصت وزارة التربية والتعليم على صيانة المدارس وتهيئتها لاستقبال كافة منتسبيها من كوادر تربوية وطلبة لا سيما مع عودة التعليم الحضوري الإلزامي للجميع كما تتولى المدارس خلال هذا الأسبوع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة عودة طلابية ناجحة ومن ضمنها الاجتماعات المستمرة للإدارات المدرسية مع الأقسام التعليمية كافة وإعداد الجداول الدراسية وتجهيز الكتب المدرسية للتوزيع وغيرها وذلك في سبيل مواصلة عملية تعزيز وإثراء المسيرة التعليمية والارتقاء بمخرجات التعليم والتعلم لتخريج جيل على مستوى عال من المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر